قال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط والشمال أفريقيا لويس ميجل إن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزي باريل يواصل جهوده الدبلوماسية من أجل نزعي فتيل العنف المثير للقلق البالغ في قطع غزة وأضاف أن أولوية الاتحاد الأوروبي ورسالته في هذا السياق هي إنهاء العنف فورا ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع وإيجاد مسار سياسي يسمح بالعودة إلى مفاوضات هدفة نحو حل الدولتين على أساس المعايير المتفق عليها دوليا